كابتل رضا عبدالعال بقى بطعم تاني خالص بيكلم علي هذه المباراة وشك حلوة وقال فوروك للنادي الآلي وجماعيره ولعبت الآلي ما نخافش عليها في اللاقف الصعبة دي مسلمان النهاردة بعد اللقاء ده دخل كل قلب مشجع أهلاون دخل قلبك انت؟ انا لا انا مقتنع بيه من قبل ما يجي يعني من ساعة ما لعب الزمالك ولعب الآلي عارفت ان هو مدرب مختار انا عارف ان هو مدرب واحترم طبعا الشناوي صادت ضرب الجزاء كانت نقطة التحول مع اني ان انا شايف فرقة الوداد فرقة كذابة ويريتها ما تيجي يعني هما لو يفكروا صح ما يجوش المباراة تانية ليه ليه مش عايزين مش عايزين نفنش المباراة الكرة فيها كل حاجة لا 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 يا كابت الرضا والنبي ما تنايمش الدنيا يعني احنا بنفرح بس المباراة الجاية مباراة مهمة والكرة فيها دروس كتير قوي ده فيها منتدى كتيرا حبيبي ماشي كلام ده مثلا لما تلاقي مثلا فيه ثلاث اربع لعيبة يخوفوك يعني انت دلوقتي لو موسماني تخش للفرقة تقول لهم الف مبروخ خلاص عادنا النهاية بعد الماضي على طول عندي قول النادم آلي في النهاية اول فريق في النهاية عايز عايز اسألك سؤال احلام كده لو انت النهاردة ماسك القلي تكسب بي كام؟ اه النهاردة لو انا ماسك الفرقة اه يعني بكرة حسين الشحاد بكرة اغايي بكرة ماروان محصن اللي هي في الشوت الاولان مع جلته دي اكسب اربعة خمسة تكسب اربعة خمسة اه طبعا توقعتك لمباراة العودة كام كام؟ لو لعب بطريقة هجومية هيكسب ثلاث اثنة يستريح اه اولا طول مش انه واقف القلي مش هاخش في ده تخلي بالك اه ثانيا جمهور النادي الآلي كان قلب على قافشة قلي قافشة اللي مش عاجبكم عمل مباراة كبيرة النهاردة الحقيقة والماضي اللي فات عامل مباراة كبيرة هي بس ضربة الجزاء اللي ضيحها ادت للناس انتباع ان هو كان واحد كابتل رضع بالعال عنده تقدير كبير جدا لمسلمين يقولك انا من الاول وانا مقتنع به من اول ما لعب ضد الاهل ولعب ضد الزمالك وانا مقتنع به وعلى فكرة كان هو المدرب الوحيد اللي كسب الزمالك ثلاث مرات في بطولة واحدة البطولة اللي توج فيها كان لعب الزمالك في المجموعة فاز عليه في احدى المباراتين وفاز عليه في مبارتاي النهائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة